سيطرت القوات العراقية اليوم الثلاثاء على حق ليباي حسن وآفان النفطيين شمال غربي كركوك بعد انسحاب قوات البيشمرقة من المنطقة فيما يترقب الشارع الكردستاني خطابا لرئيس اقليم كردستان العراق بشأن تطورات الراهنة واكدت مصادر امنية ان القوات الاتحادية تسيطر على جميع حقول النفط التي تديرها شركة نفط الشمال ويأتي تقدم القوات الاتحادية في منطقة الدبس الغنية بالنفط حيث يقع الحقلان بعد انتشار عناصر داعش في القضاء الليلة الماضية عقب انسحاب قوات البيشمرقة منها